ما جاء في فتح الخسطنطينية ومن أين تفتح وفتحها علامة خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين الذين هم إخواننا فيقاتلونهم فيهزم الثلث لا يتقوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون القسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهلكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرجا فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته وخرج ابن ماجا قال حدثنا علي ابن ميمون الرقي قال حدثنا يعقوب الحنيني كثير ابن عبد الله ابن عمر بن عوف عن أبيه عن جدته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء ثم قال يا علي يا علي ثم قال يا بني قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلونهم الذين من بعدكم حتى يخرجوا إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لوم تلائم ثم يفتحون القسطنطينية بالتزبيح والتكبير فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة فأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج إلى بلادكم ألا وهي كذبة فالآخذ نادم والتارك نادم وخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغضوها سبعين ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بالسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه قال إلا الذي في البحر ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم تقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينما هم يقتسمون الغنائم إذا جاءهم الصريق فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون الترمذي عن أنس قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة هكذا رواه موقوفا وقال حديث غريب والقسطنطينية مدينة الروم وتفتح عند خروج الدجال والقسطنطينية قد فتحت من زمن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هو عثمان بن عفان ذكرت طواري في التاريخ له ثم دخلت سنة سبع وعشرين ففيها كان فتح إفريقية على يد عبد الله بن أبي صرح وذلك أن عثمان رضي الله عنه لما ول عمر بن العاص على عمله بمصر كان لا يعزل أحدا إلا عن شكاية وكان عبد الله بن أبي صرح من جند مصر فأمره عثمان رضي الله عنه على الجند ورماه بالرجال وصرحه إلى إفريقية وصرح ماه عبد الله بن نافع بن قيس وعبد الله بن نافع بن الحسين الفهريني فلما فتح عبد الله إفريقية خرج عبد الله وعبد الله إلى الأندلس فأتياها من قبل البحر وكتب عثمان رضي الله عنه إلى من انتدب إلى الأندلس أما بعد فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس وإنكم إن افتتحتموها كنتم شركاء في الأجر فيقال إنها فتحت في تلك الأزمان وستفتح مرة أخرى كما في حديث هذا الباب والذي قبله وقد قال بعض علماؤنا إن حديث أبي هريرة أول الباب يدل على أنها تفتح بالقتال وحديث ابن ماجا يدل على خلاف ذلك مع حديث أبي هريرة والله أعلم قلت لعل الفتح المهدي يكون لها مرتين مرة بالقتال ومرة بالتكبير كما أنه يفتح كنيسة الذهب مرتين فإن المهدي إذا خرج بالمغرب على ما تقدم جاءت إليه أهل الأندلس فيقولون يا ولي الله أنصر جزيرة الأندلس فقد تلفت وتلف أهلها وتغلب عليها أهل الكفر والشرك من أبناء الروم فيبعث كتبه إلى جميع قبائل المغرب وهم قزولة وخذالة وخذالة وغيرهم من القبائل من أهل المغرب أن أنصروا دين الله وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فأتون إليه من كل مكان ويجيبونه ويقفون عند أمره ويكون على مقدمته صاحب الخرطوم وهو صاحب الناق الغراء وهو صاحب المهدي وناصر دين الإسلام وولي الله حقا فعند ذلك يبايعونه ثمانون ألف مقاتل بين فارس وراجل قد رضي الله عنهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون المجادلة 22 فباعوا أنفسهم لله والله الفضل العظيم فيعبرون البحر حتى ينتهوا إلى حصصها يا أشبيلية فيصعد المهدي المنبر في المسجد الجامع ويخطب خطبت بليغة فيأتي إليه أهل الأندلس فيبايعه جميع من بها من أهل الإسلام ثم يخرج بجميع المسلمين متوجها إلى بلاد الروم فيفتح سبعين مدينة من مدائن الروم يخرجها من أيدي العدو عنوة الحديث وفيه ثم إن المهدي ومن معه يصلون إلى كنيشة الذهب فيجدون فيها أموالا فيأخذها المهدي فيقسمها بين الناس بالسوية ثم يجد فيها تابوت السكينة وفيها غفارة عيسى وعصى موسى عليهم السلام وهي العصى التي هبط بها آدم من الجنة حين أخرج منها وكان قيصر ملك الروم قد أخذها من بيت المقدس في جملة السبي حين سبى بيت المقدس واحتمل جميع ذلك إلى كنيشة الذهب وهو فيها إلى الآن حتى يأخذها المهدي فإذا أخذ المسلمون العصى تنازعوا عليها فكل منهم يريدوا أخذ العصى فإذا أراد الله تمام الإسلام من الأندلس خذل الله رأيهم وسلب ذوي الألباب عقولهم فيقسمون العصى على أربعة أجزاء فيأخذ كل عسكر منهم جزءا وهم يومئذ أربعة عساكر وإذا فعلوا ذلك رفع عنهم الغفر والنصر ووقع الخلاف في ذلك بينهم قال كعب الأحبار ويظهر عليهم أهل الشرك حتى يأتوا البحر فيوعثوا إليهم ملكا في صورة إبل فيجوزوا بهم القنقرة التي بناها ذو القرنين لهذا المعنى خاصة فيأخذوا الناس وراءه حتى يأتوا إلى مدينة فارس والروم وراءهم فلا يزلون كذلك كلما ارتحل المسلمون مرحلة ارتحل المشركون كذلك حتى يأتوا أرض مصر والروم وراءهم وفي حديث حغيفة ويتملقون مصر إلى الفيوم ثم يرجعون والله تعالى أعلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجابات والاشتراك في القناة باب أشراط الساعة وعلاماتها فأما وقتها فلا يعلمه إلا الله وفي حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل الحديث خرجه مسلم وكذلك روى الشعبي قال لقى جبريل عيسى عليه السلام فقال له عيسى متى الساعة فانطفض جبريل عليه السلام في أجنحاته وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فأقولك في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته وذكر أبو نعيم من حديث مكحول عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للساعة أشراط قيل وما أشراطها قال علو أهل الفسق في المساجد وظهور أهل المنكر على أهل المعروف قال أعرابي فما تأمرني يا رسول الله قال دعا وكن حلسا من أحلاج بيتك غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث حمزة نصيبية عن مكحول قال العلماء رحمه الله والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الإحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العارض منهم فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد انظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها والله أعلم وتلك الأشراط على متأل انتهاء الدنيا وانقضائها فمنها خروج الدجال ونزول عيسى وقتله الدجال ومنها خروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض ومنها طلوع الشمس من مغربها هذه هي الآيات العظام على ما يأتي بيانه وأما ما تقدم من هذه قبض العلم وغلبة الجهل واستلاء أهله وبيع الحكم وظهور المعازف واستفاضة شرب الخمور واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال وإطالة البنيان وزخرفة المساجد وإمارة الصيان ولعن آخر هذه الأمة أولها وكثرة الهرج فإنها أسباب حادثة ورواية الأخبار المنظر بها بعدما صار الخبر بها عيانا تكلف لكن لا بد من ذكرها حتى يوقف عليها ويتحقق بذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب للمشاهدة والاشتراك في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع أبواب الفتن والملاحم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا أنا والساعة كهاتين مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا أنا والساعة كهاتين وضم السبابة أو الوسطى وروية من طرق أخرى أخرجها البخاري ومسلم والترميذي وابن ماجا رضي الله عنهم جميعا ومعناها كلها على اختلاف ألفاغها قريب من الساعة التي هي القيامة وسرعة مجيئها وهذا كما قال الله تعالى فقد جاء أشرطها محمد 18 وقول الله عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر النحل 77 وقول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم الأنبياء واحد وقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر القمر واحد وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه النحل واحد ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قول الله عز وجل أتى أمر الله وثبى فلما أنزل فلا تستعجلوه جلسا قال بعض العلماء إنما وثبى عليه الصلاة والسلام خوفا منه أن تكون الساعة قد اقامت وقال الدحاق والحسن أول أشراءها محمد صلى الله عليه وسلم روى موسى بن جعفر عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده قال علي رضي الله عنه من اقترب الساعة ظهور البواسير وموت الفجأة فصل إن قيل فبت النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن الساعة فقال ما المسبول عنها بأعلم من السائل الحديث فهذا يدل على أنه لم يكن عنده علم ورويتم عنه أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وها يدل على أنه كان عالما بها فكيف يتألف الخبران قيل له لقد نطق القرآن بقولة الحق قل إنما علمها عند ربي الأعراف 187 الآية فلم يكن يعلمها هو ولا غيره وأما قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا واستاعة كهاتين فمعناه أنا النبي الأخير فلا يليني نبي آخر وإنما تليني الساعة كما تل السبابة الوسطى وليس بينهما إصبع أخرى وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسها وهي ومع ذلك كائنة لأن أشراؤها متتابعة وقد ذكر الله تعالى الأشراؤ في القرآن فقال فقد جاء أشراؤها محمد 18 أي دنة وأولها النبي لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي ثم بيّن صلى الله عليه وسلم ما يليه من الأشراط فقال أن أريد الأمد ربتها إلى غير ذلك مما فنأذكره ونبينه بحول الله تعالى في أبواب إن شاء الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الأعجاب والاشتراك في القناة